السلام عليكم ومرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتكم دار الكرام تيفي اتمنىكم تكونوا جميعا بصحة جيدة اليوم ان شاء الله سنحضر معكم مجموعة من الوصفات بالباربا والبانجر والشمندر كل واحد كيف يسميها اذا فهذه الوصفات ان شاء الله كلهم تنوعين ومختلفين والمكون الاساسي فيهم هو البانجر شي وحدين غير بالباربا بوحدها شي وحدين نضيفه معها شي مكون اخر اذا الوصفة الاولى ان شاء الله سنحتاجوا جو حبة ديال الباربا و جو حبة ديال خيزو الجزر سنحتاجوهم هكذا طريين طيبين ما حتى شي حاجة سنحكو الباربا ونحكو الخيزو اذا نحكوهم هكذا في حكاكة الغليظة وانا عندكم شي انا سهلة عليكم الخدمة يكون افضل اذا فهذه انا حكيتهم اذا كيف كانت تشوفهم ما كان نسلقهم ما حتى شي حاجة فقط كان غسلهم وكان قشرهم وكان حكوهم في حكاكة الغليظة اذا الان غنمروا ان شاء الله التتبيل اللي غترافق هاد الخضر هادي فغنحتاجو جوج مع القبار ديال زيد السيتون وملعقة كبيرة من عاصير ليمون حامد غننضيفو لهم شوية الملح هكذا كيف كانت تشوفو واحد رأس معي القدية الفلفل الاسود ولا الابزار غي شوية رأس ملعقة فقط سوفو نخلط هاد الصلصة هادي انتم معي احسا تشوفو كي غادي نديروا لهاد الصلطة فكت جي رائعة وزوينة وصحية بزاف بزاف خاصة انو ان الخضر هنا محتفظة بالالياف ديالها و بالخصائص الغدائية الفوائد كاملة احتى شي حاجة ما ضاعت لف طبخ ولف صلق ولف اي شيء وهاد الصلطة توجد في وقت قياسي اذا ننضيفو لها واحد الملعقة كبيرة ديال الزبيب والعنب المجفف ونخلطو اذا فكتجي رائعة فكتجي تتامع فيها المداق ديال الحلاوة مع الحموضة كتجي زوينة بزاف بزاف هاد الصلطة الى ما عندكمش الزبيب ممكن تعوضو بواحد الملعقة ديال العسر حتى هي كتجي روعة اذا كنخلطو المكونات كاملة وتخليوها تبرد واحد عشر دقايق ولا ديرو كيف كندير انا فكنكون حاطة اصلا كل شي المكونات في تلاجة من بعد ما كنحكوهم وكنخلط فكنحطها مباشرة كنحطوها كذا في صحن تقديم وكنتناولوها يعني ما كنخلوه حتى شي حاجة تضيع منها من الفوائد ديالها فكنوجدها وكنتناولوها ديك الساعة وهي مزراطية وزوينة كنخلي الباربة في تلاجة خيزو في تلاجة كل شي وكنستعملو بارد مزيان ولا ممكن الان تحطوها هكذا واحد عشر دقايق وتقدموها بصحورها فهد الصلطة كتجي هائلة في المدق كتحمق كل شي كتعجبوه الصغار والكبار بهذاك المدق ديال الحموضة والحلاوة فهي زوينة بزاف وصحية جدا جدا نمرو ان شاء الله للطبق الثاني بالباربة نتمنى هالطبق يعجبكم وتجربوه في المنازل ديالكم وتخليو لي هاتشي في تعليقات اذا بنسبة الوصفة الثانية احتها هي عبارة عن صلطة وحتها هي بنفس الكيفية يعني نخليو الباربة هاكذا خضرات ريام محتفظة بالخصائص زيالها فدائما باش كتجينا ارطي طبا وممكن ناكلوها بسهولة فكنا نحكوها اذا نفس الشيء غادي ندير غادي نحكها كذا بالحكاكرة غليظة حتى كتولي بهذا الحجم هذا بهذا الشكل اللي كتشوفوه وده بغا نديرو لها التتبيلة اذا التتبيلة مختلفة كليا على اللولة اللولة جماعات بالحموضة والملوحة فهدي غادي نتبلوها بالقصبرون مع الدنوس اذا نديرت قريبا واحد ججمالة كبيرة من القصبرون مع الدنوس وغا نديرو فيها التومة هانتو ما كتشوفوه كان عصر فوقها هاكذا التومة وكان حدوك ججمعين قدير القصبرون مع الدنوس واحد العاصي هادي النصف ليمونة حمضة كان عصروا فوقها اذا الحمضة لا عنديش كبيرة عندي غي صغيرة شوية يعني النصف كامل نصف كامل عصرته ودرت الملح حسب الكيمياء اللي عندكم ديال باربا انا درت ربعات الحبة ديال باربا درت رأس ملعقة ديال الابزار ودرت شوية الكامون واخر شيء واحد الملعقة كبيرة من زيت السيتون كان خلط كل هالمكونات فهد الباربا حتى هي كتجي محمضة زوينة رائعة اذا المدق ديال هالزوينة رائعة مختلفة على اللولة اللولة كيف شفتو جمعنا فيها بين الملح وبين الحمض وهدي كتجي هكذا بتومة والقصبرون مع الدنوس وزويتها بلدية والحامض فكتجي روعة زوينة بزاف بزاف ونفس الشيء دائما طريقتي هي انني كنكون الباربا حطها قبل في الثلاجة يعني كنديرها باردة فهي كنوجد وكنخليها واحد شوية تجي نسقيها كده جوج دقيق ثلاثة ممكن تخلي واحدة عشر دقيق في الثلاجة وتستعملوا هكذا تحطوها مع الاطباق ديالكم فكتجي رائعة اذا مر ان شاء الله الوصفة التالثة فهد الوصفة غادي تكون حتى هي صحية جدا اذا عندي فيها الجزار مع الباربا وغا نزيدو لهم واحد فاحة واحدة فالطريقة هي انني حتشي حاجة ما كان طيبها كنخلي خيزو كيف ما هو والباربا حتى هي كيف ما هي والتفاح ما كان حيشو القشرة تفاح كنخلي بالقشرة دياله هانتم ما غادي يشوفوا معي كنغسل كل هالمكونات مزيان 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 كنقشر الباربا وخيزو ونقطعو هكذا الى قطع ماشي مسلوقين محتشي حاجة نيئين خضرين عاديين طريين اذا فاش كنقطعوهم كنخد حساب تفاح كنحيدو هذك الزر يقشري لداخل هكذا البضور دياله وكنقطعو القطع وكنجمع كل شي في المكسور انتم غا تشوفوا واحد العاصر رائع بمثابة التطوكس الجسم راه الديد وزوين كي يحمقوا على الولدات انتم غادي تشوفوا معي وفي نفس الوقت صحي ومفيد يعني اذا شرب سوغي كويز من هذا العاصر ابحث لك لديك واجبها متكاملة فيها الخضر وفيها الفواكه عندي هنا واحد جوج حبات ديال ليمون برتقال فكنقشرهم وكنحيد لهم هذا اللب الوسطاني البيض مش مكيجين يشمر وكنحطهم بحال هكذا وكنضيف لهم الماء الماء تقريبا ضفت واحد الليتر ديال الماء وكنديروا السكار اللي يحلي لنا اللي عنده العسل ما يخربش هاد المكونات بالسكر الابيض فيدير العسل ولا تديروا التمر ولا الزبيب اللي بغيتو اذا فانا انا در تغي شوية السكار ودر التمر يعني بجي شوية الحلوة طبيعية ممكن انكم تحليوا بالزبيب بالتمار بالعسل باللي بغيتو اللي ما عندوش يدير سكار اذا فهوا بعد ما طحنتو دورت كل شي في الميكسور هاتو ما غادين تشوفو الكتافة ديالو كيفاش كيجي كيجي بحالها كده عاقد وزوين رائع وخاصصا انا يندرت الماء بارد مزيان مزيان من تلاجة والمكونات كلهم كانوا في تلاجة باردين ومنعيشين فغيكا نتحنوه كنقدموه مباشرة ما كانتخليش نهائيا في تلاجة هاد العاصر هادا يلا بغيتو تستفدو منه كتر وحتى الماداك يجيكم لديد زوين بزف بزف ما تخليوش نهائيا هادا يطحنوه شربوه إلا بغيتو كمية قليلة هادا يلا بغيتو نصف ديال هادا المكونات اللي قدرت انا فهاد العاصر يحمقوا علي ولداتي مني كانوا وجدوه ما كيبقاش في الدار نهائيا ذاك شاي عاش كيفشتو معايا وجدت كمية كبيرة لان انا عارفها غيسسهلكوه يعني وبنسبة لي راه من اجمل ما ممكن انا يقدم لهم غيكي بغيتلكم الناس اللي كنتخل السكر الابيض يعني ما كيبغيوش السكر الابيض فا يعوضوه بشي حاجة ليه طبيعية الحلوات الزبيب الحلوات العسل الحلوات التمر اذا مروا الان الوصفة اخرى كذلك بالباربا اذا هنا ما بقتش الباربا خضره بقى عندي غي شوية الباربا سلقها علق بالعاصر فا نضيبها مرات عصائر مختلفة فاللي دقوا عندي ما كنصدقش نهائيا انه في الباربا هذا العاصر هذا كيجيب مضاق الفريز تماما اذا عندي شوية الباربا كيشتو هنا حبات صغار فسلقهم بالقشرة ديالهم باش يجيوا لداد اذا بنسبة للباربا فاش كنشري هكذا كنكون بغان سلقها فكنختار دائما ذاك الحبات اللي كيكونوا صغار كنسلقهم بالقشرة ديالهم كنعملهم في الكوكوت وكنسلقهم بالقشرة ديالهم وكنحتاج بهم في واحد البوطة ديال الزج وثلاجة في الما كنحتاج هكذا ثلاثة اربعات الحبات فكنا ناخد هذا القياس اللي بغيت ونقشر ما كنقشرهاش نهائيا كنخليها بالقشرة ديالها فكتبقى ليحتاء وسبوعه اكتر زوينة ورائعة وجديدة بحل اللي عد سلقتها اذا فهنا قضيت هكذا كيف شتو معي تقريبا واحد اربعات حبات قطعتهم بزدت عليهم واحد اليوغورت ديال الفريز واحد العلبة ديال الزبادي والضانون ديال الفريز وغادي نزيدو عليهم سكر حسب الضوغ تقريبا واحد جوج مع القبار سل ثلاثة ديال سكر سنيدا وناس فلتر من الحليب اذا فهد العاصر كيجي زوين بزاف بحل لك تشربوا عاصر الفريز وغني بالفوائد الغذائية ديال البربا صافي هوا من بعد ما طحنت فكل خوي هكذا في كؤوس شوفوا حتل لون دياله فكيجي بهذا الشكل هادا زوين ورائع اذا جربتو اكيد ان شاء الله غادي عجبكم ومن الافضل تقدموه بارد يعني البربا مش يغلس لقها ونديرها البربا كنخلي حتى تبرد مزيان مزيان وإلا كنتو زرباني عليها حطوها شوية في المجمد حتى تبرد لكم مزيان باش يجي العاصر منعيش ولا ديد والحليب بارد واليوغورت بارد فكنتحنوا كل شي وكننقدموه انا ضد انني نطحنوه نحطوه فتلاجة لا كنتحن وكنقدم مباشرة باش كنتستفدو اكتر من الفوائد تيال هاد العصائر وهاد الخضروات وهاد الاشياء اللي مستعملة هنا فأتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استفدوا معيان فيديو اليوم ويكونوا نعجبكم واذا عجبكم بتنسوش كيف العدد تشاركوه في القناة وتخليونا الاعجاب ديالكم وستبرتاجوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب باشتعم الفائدة باذن الله خليسكم في امان الله السلام عليكم